اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نصف كيلو ديال دقيق الفينو او دقيق سامد الناعم شوية ديال ملح وشوية ديال السكر فكنناخد الانية اللي غنعجن فيها كنوضع فيها الدقيق الابيض عندي كيلو ديال الطحين انتم اعملوا الكمية اللي تناسبكم المهم طحن الابيض خصو يكون زايد على الطحن ديال الفينو انا عملت كيلو ديال طحن الابيض معه نصف كيلو ديال الفينو الفينو هو دقيق القمح الصلب او دقيق السامد الناعم كيف ما كتشوفو غنحتاج الملح كمية الكافية من هاد العجينة كذلك غنحتاج ملعقة ديال السكر وهاد السكر اختياري يمكن لكم استغنوا عليه فقط كنضيفوه باش كي اعطينا داك اللون محمر من الملاوي ديالنا هاد ينضيف كذلك نصف نصف الكيس ديال الخامير الكيموية تقريبا ملعقة صغيرة والنصف الثاني غنحتفظ به نتوريق ديال العجينة هنخلط هاد النواشف مع بعض ديتها شوية هنجمع العجينة ديالي بالماء الماء يكون دافي شي شوية حيث الجو شوية بارد العجينة غادي ان العجينة تكون قصحة شوية فالملوي دائما ما كيبغيش العجينة تكون خفيفة خذ دائما العجينة تكون قصحة شوية وباش تسهلوا على راسكم يمكن لكم تعجنوا العجينة في الليل واجمعوها في بلاستيكا مدلكوها موالو خليوها في تلاجة حتى الغدا كترتح مزيان وفي الصباح وجدوا الملوي ديالكم كيجي غزال ومورق كيجي خفيف كذلك اذا احتجتوه في العشية يمكن لكم تعجنوه في الصباح خليوها يرتاح تلعشية وطيبوه المهم الملوي قد ما ارتح او للمسم المصيفة عمى قد ما خليناها يرتح قد ما كيجينا منفوش كيجينا هشيش ومورق اما اذا كنتون مزروبين فيه فخصكم اديلكو العجينة مزيان مزيان خليوها ترتاح غير شوية في الكوزينة ومبعد وجدوا الملوي ديالكم فبنسبة لي انا مبعد مجمعة العجينة غادي غين اديها شوية هكا بيدي دليكا غير خفيفة وعن جمعة في بلاستيكا فعن خليها حتى ترتاح القدر الكافي اللي غا ترتاح للعجينة فيه ثم غادي نولي نطلق الملوي ديالي هيدا بش كيجيني الملوي ما كيتقطع شي في طلق دياله كيجيني ساهل كيعطينا الطوع كذلك الملوي مبعد ما كيطب فكيجي منفوشيش كيجي مورق فكيما كتشوفو غادي جمعة في بلاستيكا ونخليها ترتاح مزيان وعاد نرجع نخدم الملوي مبعد طفيا نخليها ارتاح ومبعد نرجع نوجد معاكم فمبعد ما ارتحت لي العجينة شوفو كيفاش كتعطي الطوع كتجبد كتكون طايع العجينة كتسهل علينا في الخدمة وكتطلق مزيان وصافي غادي نبقى نكون من هاد العجينة كويرات كنقطع منها الكويرات الحجم دياله ما لحسب الحجم ديال الملوي اللي انتو مباغين فانا غادي نعمل الملوي متوسطين في الحجم غادي نقطع الكويرات يعني متوسطين نحاولو ان الكويرات يكونوا متساوين في الحجم هكذا بش كيجينا المنظر دي الملوي مزيون كيجينا الحجم دياله متساوي كما لاحظت انا كنقطع وما كنستعملش الزيت فهد مرحلة نهائيا من الاحسن ان انا ما نستعملش الزيت لانا اذا ادخلنا الزيت وسط العجينة فكتقطع لنا مني كنجي ونطلقوها ولهذا غادي نكورهم حتى نساليهم عدد اندهنهم بالزيت فغاستمر بهد الكيفية حتى كنسالي العجينة ديالي كاملة بتكوير وصفي هنا مبعد ما ساليت هد الكويرات كاملين فغادي ندهنهم من وجههم زيان بالزيت باش ما كتكون ناشي واحد القشرة على وجههم وغادي نغطيهم بلاستيكان خليهم يرتاحوا خمسة دقايق فقط غير يرتاحوا شوية باش يعطيوني الطوع في الخدمة ونرجع معاكم ان شاء الله باش نكمل الخدمة ديالهم وصفين بعد مرتاحوا شوي هاد الكويرات فغادي نبدأ نورقهم فغا نحتاج الزيت وغا نحتاج الزبدة دايبة للطورق وغادي نضيف لها داك نصف الخمارة اللي كنا خلينا في اللول غادي نضيفها على الزبدة دايبة ونحتاج كذلك للطورق سميدة ارقيقة او السميدة العادية سميدة ديال الحرشة وغادي ندهن سطح العمل بالزيت الزيت غادي نكون كنتلق به غادي نطلق هاد الكويرات ديالي مزيان نحاول اننا نرقو من الجوانب باش تجينا لقيقة ومزيانة احنا كنرقو من الجوانب والعجينة كتجار معنا بوحدة يعني بكل سهولة هنحاول نصوب منا مستطيل وندهن بالزبدة ديال التورق من الاحسن تكون زبدة ديال التورق فالما توفرت شي استعملوا زبدة ديال العبار ولا ديال بوطن ماشي مشكل فبعد ما دهنت الزبدة كنرش شوية ديال السميدة وطويت علاجوش طويت مجوش ديال الجوانب ثم كنورق بشوية ديال الزبدة وشوية ديال السميدة سا فيهن غادي نبداء نجمع بيدي لويها بمرتاحة ما تكونش مزيرة ونجمع هالجوانب وندخلو مزيان داخل غنعود واحدة اخرى معاكم كيفما كاتشوفو كن تلقوها نحاولو انا نخرجو منها واحد مستطيل طويل شوية كندهنو ان جبدوها شوية هكا من الجوانب باش تجينا من الجوانب برقيقة ما تجيش غليطة كندهنوها بالزبدة ديال زبدة دايبة ونرش بشوية ديال السميدة ونطوي الجوانب بعلاجوش ثم كنورق بالزبدة والسميدة ونعود نطوي وصفيك نجمع وانا يدي مرتاحة مرخوفة ما نزيروشي باش ما كيجيرنش الملوي ديالنا مدقص كيجينا من فوش ونستمر بهاد الكيفية حتى نسالي هاد الكويرات كاملين ونتلقى من شاء الله في المرحلة ديال الطيب كنتمنى تكون الصورة واضحة والطريقة هتا هي اكيد سهلة ومبسطة وصلنا لمرحلة ديال الطيب غناخد اول كويرة خدمناها يعني غنبدا نطيب هادوك اللي خدمت في اللول لانهم طبعة الحال خدوا ووقتهم ورتاحهم زيان وكيف ما لاحظت طورة اني طلقتها فوق ورق ديال الطبخ ومباشرة غادي نديها المقلة هاد طريقة غنسهل بها على البنات اللي اول مرة غيطيبوا الملوي ويخافوا انه يتخسرهم في الدم فهدي طريقة سهلة يخدموها فوق ورق ديال الطبخ ومباشرة فوق المقلة ديال الطيب غنستمر وغنطلق الكويرات ديالي كاملين فكنتلقو فقط برؤوس الاصابع كيف ما كاتشوفو سرارها واضحة غير برؤوس الاصابع فقط نحاولو ما نعملوها شي غليطة باش جينا طيبة مزيان وكذلك ما نرققوها شي بزاف باش ميجيناش الملويه بس صافي هنان بعد ما نشف له وجهه شي شوية فكننقلب على الوجه الاخر ونرش عليها فقط قطرات قليلة فقط من الزيت والزبدة غير باش يجينا ارتب من وجهه ويجينا شوية عاطي اللون ديال التحمر ونحاولو ما نكتروشي لي دام ما نكتروشي الزيت والزبدة باش ميجيشي المرويه شارب لي دام بساف كذلك ما كنغفلوشي عليه فكل ساعة كنقلبوه كنلاحظو اننا كل قد ما كنقلبوه قد ما كنلاحظو انه كينتافخ هدك يعني انه غيجي ناجح ويجي موررق من شاء الله بالنسبة للحرارة كنطيبو في الحرارة تكون متوسطة ما تكون شي الحرارة مرتافعة باش ما كيجيناش الملويه محرق وطيبو في اي مقلة واختكو المقلة خفيفة المهم تكون الحرارة مناسبة اما بالنسبة اذا بغيتو تحتفطو به في التلاجة فمل احسن ما تحمرو شي بزاف خليوه نص طيب باش ملي كتحتاجوه وتجبدوه كتصخنوه يلا كيجي هو هدك وهدا هو الملويه ديالنا من بعد ما وجدناه كنا نبدو نضغطو عليه بيدانا بهاد الشكل هكدا باش كيجينا مهوي من داخل وكيجينا من فوش كيجينا خاوي وخفيف كذلك وهدا هو الشكل دياله من داخل غادي نفتح معاكم وحدا باش تشوفوها كيفاش كيجي تبرك الله كيجي ما شاء الله مورق كيجي رائع نتمنى اني نكون فتكم شوية ويكون الفيديو ديالينا الإعجاب ديالكم وما تنسونيش من لايك والتعاليق وبرتاجيه مع الأهل والأصدقاء لتعم الفائدة وشكرا جزيلا على المشاهدة وأستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في فيديو آخر إن شاء الله شكرا جزيلا على المشاهدة